لديك البرتقان ليس محتاجة جنبها غير كباية شاي بلبن وتنسى العلم وتنسى الدنيا ليس قادر اقول لكم يا جماعة قدئلونها حلو وقديها هشة كده وخفيفة جدا وقطنية كده وليس قادر اقول لك طعمها في حتة تانية خالص والفوايد بقى والكيمة الغذائية بتاعتها ليس قادر اقول لكم برتقان بقى وبيد وبصوا ليس قادر اقول لكم حاجة كده فاخر من الاخر ما رأيكم في شكل صانية وجمالها خديتش تحضرها عشر دقيق وتلعب معي بالجمال والحلوة دي بجد طعمها في حتة تانية لازم تجربيها عشان ان شاء الله بعد ما تجربيها بجد هتدمينيها طبعا قبل ما ندخل على الفيديو يا جماعة لأول مرة بتشوفوني تشيركم في القناة ولايك لو الفيديو عجبكم تعالوا نقطع حتة كده ونشوف ينهر ابيض بجد حتة كده تحفة حاجة في حتة تانية ماشي مقاونتنا سهلة وبسيطة يا جماعة اول حاجة انا هجاهز المواد الجافة لوحدها كده الاول تمام احط ثلاث كبيات هرميين كده من الدقيق تمام كده ده موج الشاي العادي وبعد كده هضيف عليهم كيس من البيكين بودر ماشي كده لان المقاونت السهلة يا جماعة احطها في الخلاط ماشي وحاجة اساسية في كل المعجنات وكل الكيكات بتاعتك رشة بسيطة بس كده هوت من الملحة تمام حاجة بسيطة خالص على ايديك كده بس دي بتعزي صعم الكيكة جدا هقلب بقى كل المواد الجافة معايا زي ما انتوا شايفين كده هوت كويس جدا وهاركنها على جنب وبعد كده اجيب الخلاط بتاعي ونبدأ وندخل بقى على المقاونت السهلة اول حاجة انا معايا كبية عصير برتقان ده عصير برتقان انا عصراه في البت يا جماعة تمام هحطه كده على طول الاول في الخلاط وبعد كده هجيب بيتين وقوم قصراهم زي ما انتوا شايفين كده هوت وهحط كبية كبيرة من السكر وهحط كيس من الفانيليا وهحط نص كبية من الزيت كله كده هوت مرة واحدة في الخلاط وهضرب فيه جماعة لمدة خمس زي انا عايزة قوامي يفتح معايا خالص ويبقى لونه ابيض ماشي الخطوة دي يا جماعة بتهييش لك الكيكة زيادة كل ما تضرب الحاجة في الخلاط كده بتخليك الكيكة بتاعتك هشة وحلوة جدا اللهم يا بارد كده انا خلصت هجيب بقى الطبق بتاعي واجيب المضرب اليدوي بتاعي زي ما انتوا شايفين كده هوت طبعا انت عندك مضرب كهرباء هيوفر عليك كتير جدا وشوية شوية وبعد كده اضيفهم كلهم كده هوت مرة واحدة واحاول ان انا اقلب ماشي واخف الدقيق خالص يا جماعة اهم حاجة دي ما يكونش فيه اي تكتلات ولا اي مثلا حتة ميكالكعة ولا اي حاجة تنكي تضربي فيها كده كويس جدا لغاية لما كل حاجة تتفكي معاك بالمضرب ما بتاخدش وقت ولا حاجة تمام كده انا هفضل اضرف فيها كويس جدا لغاية لما تشوفوا القوام بصوا يا جماعة انا حاسات ان القوام بتاعها تقيد شوية عايز يتخفف فقمت جايبة ربع كباية عصير برضو برتقان كده وقمت حطاهم زي ما انتوا شايفين كده هوت ده برتقان فرش يا جماعة تمام كده اهوت كده اخفقتها وبقت حلوة جدا زي ما انتوا شايفين والقوام بقى مزبوط جدا جدا اللهم مبارك هجب بقى الصانية يا جماعة اللي انا هشتغل فيها على طوال شوية من الزيت وبعد كده اوزعهم كويس جدا وقم حطا شوية من الدقيق كويس بالزيت زي ما انتوا شايفين كده هوت وتحطي شوية دقيق وتبطانيها بالدقيق يعني لازم تغلي فيها بالزيت كويس جدا وتبطانيها بالدقيق كويس جدا عشان الكيكة بتاعتك ما تلزقش خالص منتح ووزع بقى دقيق داير ميدور الصانية لغاية لما الصانية كلها تتغلف وهم حاجة ان تتنفضت دقيق بعد كده وهنزل كل الكيكة بتاعتي زي ما انتوا شايفين كده هوت بالمضرب كده على طول مش هستخدم غيره وحاول اوزعها كده على قد مقدر هي كانت سميكة يا جماعة يعني المضرب ما بيوصلش للتحت ولا حاجة زي ما انتوا شايفين كده هوت اللهم مبارك احاول انزل كل اللي فيه طبقة كده هوت ماشي بس المضرب كده معي على طول زي ما انتوا شايفين كده هوت وبعد ما خلصها كلها هاديها هابلتين ثلاثة كده وانا في الاواخر كده شغلت الفرن تمام مش من اول ما شغلت على طول هو يدوبك الفرن لازم بس هتدخل على الفرن يكون شغال كده وحامي شوي زي ما انتوا شايفين كده خبطتين على الرخامة وقمت مدخله مفيش تقريبا تلت ساعة وتلعت معي بالجمال والحلاوي دي عايز اقول لكم ان بجدكت حلوة جدا انا سيبها لغاية لما تستهدى خالص مش هقطعها وهي سخنة انا برضو قطعتها سخنة لان انا كنت عايزة اكلها بصراحة انا كنت عاملها للعاشة يا جماعة تمام يعني ايه مش هحل بيها دي كانت الوجبة الاساسية بتاعت العاشة بتاعتي مع شاي بلبن كده واللهما بارك كده قعدنا عايز اقول لكم الصينية دي مش شاء الله اللهم بارك كده تقريبا متبقاش منها غير حتتين ولا حاد نقطع بقى كده ونشوف الكيك يا جماعة قدي ايه طري وقدي ايه يعني بص طروته بجده هتلع لكم حتة كده ووريكو قدي ايه مش محتاج اي حاجة جن ماشاء الله هو بيبلع نفسه كده بصوا الجمال والحلوة واللون بقى مش قادر اقول لك وطعم البرتقان باين جدا جدا مش قادر اقول لك بجد والفوايد طبعا يا جماعة بتاعت البرتقان حلوة جدا احنا الشتاء يا جماعة عايزتون ما انت قاعدة عايزة تاكل حاجة حلوة تمام ناكل حاجة حلوة بس في نفس الوقت تكون ايه فيها كيمة غذائية عالية فمن قصدي دي تنفع معاك كمان مسلا لو بتشتغل تغذية معاك كده في علبة الولاد مسلا يخضوها معاهم من مدرس ترجمة نانسي قنقر